أكثر من 22 مليار ريال عماني حجم السيولة المحلية بنهاية شهر أكتوبر من العام الماضي مسجلا ارتفاعا بعشرة في المائة على أساس سنوي وأشار المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى انخفاض إجمالي النقد المصدر بأكثر من 2% ليقترب من مليار وخمسمائة وتسعة وسبعين مليون ريال عماني وارتفع عرض النقد بمعناه الضيق الذي يتكون من إجمالي النقد خارج الجهاز المصرفي إضافة إلى الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية ارتفع بنحو نصف في المائة ليتجاوز خمسة مليارات وستمائة مليون ريال عماني أما إجمالي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي العماني فشهد ارتفاعا قارب 2% ليبلغ بنهاية شهر أكتوبر من العام الماضي أكثر من 6 مليارات وثلاثمائة وستة وثلاثين مليون ريال عماني وفيما يتعلق بودائع القطع الخاص في البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية فقد تجاوز حجمها ثمانية عشر مليار وستمائة وثمانية وثلاثين مليون ريال عماني بارتفاع اقترب من 9% كذلك ارتفع إجمالي القروض والتمويل بالبنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بأكثر من 5% مقتربا من 30 مليار و410 ملايين ريال عماني وارتفع متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض مسجلا نحو 5.5% كما انخفض مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العماني ليبلغ حوالي 118 نقطة بنهاية شهر اكتوبر من العام الماضي ترجمة نانسي قنقر